بمكينة بسيطة وعلى طاولة مستديرة من حديد الصاج المقوى تبدأ فاطمة في صناعة هذا النوع من الآيس كريم بطريقة يدوية وبنكهات متنوعة ومكونات طازجة فاطمة وجدت في هذه الفكرة مشروعا ليكون مصدر دخل تعيل به نفسها وأسرتها الدفاع أن أشغل بهذا المحل أنه طبعا حاب أتعلم والولع الاقتصاد شوي صعب وطبعا ما فيش أصلا شغل يعني في البلد بسبب الحصار والبطالة فيعني حابت أبدأ فيها اشي بسيط يعني اللي أساعد حالي فيه ما يميز مشروع فاطمة هو الشكل الجديد في صناعة المثلجات فهي تحضرها أمام عيون السبائن وبالنكهات والإضافات التي يرغبونها فيكون الطعم طيب المذاق حتى أصبح محلها مقصدا لأطفال وهم أكثر زبائنها الايس كريم رول عبارة عن شغل يدوي بيطلب شوية مجهود ووقت لكنه يعني عن طريق شو يعني بنقدم الايس كريم عن طريق شو عرض للزبون طبعا ما يكون شايف كل إشي قدامه كيف بتحول طلبيته لأيس كريم أنا باعتمد بالأساس على الفاكهة على الأساس أن أعطي قيم غذائية للزبون وطبعا بس بوفر طبعا في أصناف من الشوكالات المرغوبة يعني بأوفرها بتعمل بنعمل مكساة تيكلا بحب مرغوبة يعني للزبائن تحديات كبيرة واجهت فاطمة لكن إصرارها على نجاح مشروعها الذي أطلقت عليه اسم هذا أنا استطاعت التغلب عليها من أجل تحقيق أحلامها وإكمال تعليمها الجامعي ومساعدة أسرتها وحتى لا تكون ضمن صفوف البطالة بعد تخرجها من الجامعة صحيح فيه مجهود كتير كبير بأعطيه في الآيس كريم وبتعب يعني منه وبضل ساعات متأخرة يعني في الليل لكن يعني كانت فرصة تعمل حلوة وأن أوفر فيها مصروفي وأأمن يعني مستقبل إن شاء الله منها أنه أكمل تعليمي منه وراها تسعى فاطمة التي تعيش في أحد مخيمات اللجوء جنوبي القطاع إلى توسيع مشروعها وتطويره داعية جميع الفتيات أن يحذوا طريقها ولا يستسلموا للأمر الواقعي الذي يعيشونه شكرا شكرا